بتشرف جداً أن هي موجودة معنا النهاردة لمكانتها في بلدها ومكانتها في الوطن العربي بتشرف كمان لأنه هي قدئي شخصة حابب جمهور هي وبس لدرجة أن هي حبيبتي قطع تذكرة من بلد شقيق السعودية ومنورونا هنا بتشرف بيها كمان لأنها على المستوى الشخصي هي إنسانة قدئي جميلة قدئي متوضع وبتشرف بيها مستوى العملي لأنه قدئي فهمها وهتكلمنا في حاجات إحنا عمرنا ما تكلمنا فيها في برنامج هي وبس عبر الأربع مواسم دكتورة ألاء عارف أنت منورونا النهارة أهلاً وسهلاً ننور بأهله ومصر كلها تحياتي ريكي وتحياتي لدولة السعودية وتحياتي ستات وبنات السعودية كلهم بسلموا عليك بموت فيهم واحدة واحدة وببوسهم واحدة واحدة ولسه كنت بقولها في الفاصل ستات وبنات السعودية على الحقيقة عشان أنا كان لديها اشترف أن أنا قابل كثير منهم أمر أمر بجد الله يسلام وموتمين بحلوه كده ومعني جميعاً الله يخليك طيب هنتكلم النهاردة في حاجة جديدة جداً الحقيقة نحن ما تكلمناش فيها خالص حقيقة تجاعيد البشرة فعلاً تجاعيد البشرة طلع لها أنواع؟ طبعاً تجاعيد البشرة لها أنواع خلينا نتكلم على أهم مثلاً ثلاثة أنواع طيب أول شيء أو أربع أنواع أول شيء تجاعيد الحركية اللي هي تجي في المناطق اللي بتتحرك العضلة تحتها فبتأثر على الجلدة اللي فوقها فبتسوي تجاعيد أو خطوط مثلاً العبوس ما تلاقي ناس كده مكشرين على طول يكشروا يكشروا لغاية ما تصير تخفر خلاص يصير هو شكله مكشر هذه التجاعيد الحركية لما تصير تخفر خلاص على طول نسميها التجاعيد الدائمة اللي هي مثلاً هنا خلاص هذه أتحركت أو ما تحركت هي موجودة لأن المنطقة هذه ديناميكية دائماً بتتحرك بتتحرك بنأكل بنأكل بنتكلم بنتحك في المنطقة دي بنضحك طيب فهي دائماً موجودة طيب فيه تجاعيد تاني اللي هي تجاعيد النوم طيب مثلاً أنا بنام على ناحية وحدة تجاعيد الإيه؟ النوم النوم نعم تجاعيد النوم أنا بنام على حتة واحدة فبيجي خط فاصل هنا وخط الخد بيجي عن ناحية دي حتى عملوا دراسة جابوا واحدة في جيهة أكتر من جيهة طلع أنه كثير الناس فعلا عندهم التجاعد هذه حقة النوم طبعا والتجاعد اللي هي حقة الزمن تجاعد اللي هو الكولوجين بيجل مع التعرض للشمس هذه كلها من أنواع التجاعد اللي هي حقة مرور الوقت أو الشيخوخة أول مرة في حياتي أسمى تجاعد النوم دي لا موجودة حتى كمان من يعني علاجاتها أنه الواحد ما ينام على جيهة واحدة أو فيه مخدستان أو حرير فأمازون موجودة إلا هي Anti-Aging Pillow طب أنا كنت سمعني في حقة اسمها تجاعد التدخين تجاعد التدخين طبعا موجودة لأنه التدخين بيعمل زي مصنع للجذور الحرة الجذور الحرة هذه حاجة بتخلي الأكسجين في جسمنا ما بيوصل أو إنه بيخلي الخلايا الهدم فيها أكتر من البناء فبتكسر الكولوجين أسرع طيب عشان كده أي إنسان مثلا بيدخن كتير بيتعرض للشمس أو حتى عنده مصدر من الالتهاب في جسم وتلاقي مثلا الناس عندهم مصدر الالتهاب في ركبهم أو الله يكلمك في المسالك البولية فهذا مصنع جذور الحرة بيكسر في الكولوجين فبيعمل تجاعد بيترقق البشرة أكتر فبيعمل تجاعد برضو طيب التجاعد لقيته لها عليك فعلا؟ طبعا لها علاجات وعلاجات لأنه ما حد يبغى شكله يبان يعني كبير كله لأنه إحنا في عالم اللي هو السيلفي وعالم المظهر في الأوري حاجتنا هادي جدا مهم طيب دكتور من غير قطة كلام حضرتك إحنا معنا صور صحي بنات قبل وبعد مزبوط حتعرفين دلوقتي عملتي كده إزاي؟ طيب هادي التجاعد الحركية عندي أنا دي ايوه هادي التجاعد الحركية أنا عارفة أنك بتخافي من الإبر بس لازم حا نمسكك نكلفتك كده ونعطيك الإبرة زي ما بعمل في مرضايا في العيادة طيب فهنا خطينا بوتوكس طيب عشان نرخي العضلة فبتفرد المنطقة اللي فوقها طبعا هذا زي نحنا كنا بنعمل شلل مؤقت بطريقة مدروسة في عضلات معينة عشان نكون الشكل طبيعي جدا ودي بتواد قد إيه يا دكتور؟ وكل ستة شهور أحقم في نفس المنطقة كل ستة شهور يعني مرتين في السنة تقريبا بتحقيني هنا؟ بنحقين في أماكن في عضلات معينة في عضلة في النص هنا حقية الكشرة في عضلة اللي هنا فوق الحواجب في عضلات الجبين عضلات اللي هي الضحكة في الأماكن دي يعني ليها جرعات معينة وليها أماكن معينة طبعا تختلف من المرأة للرجل تختلف بعض الناس طريقة العضلات حقيتهم في عضلة أسمك شوية عضلة لأ أنعم النوم بتاعت النوم دي ليه عليك؟ مقلنا نحن ننام نغير الجهة والمخدة اللي هي حقيت يعني ينفع تحقيني خد واحد فقط لغير؟ مرات لو مثلا أنه هي حفرت ممكن نعبيها نعبيها نحط الفلر اللي هي المادة المعبئة المؤقتة طيب فنحط في الخطوط هادي عشان نفردها شوية لأنه كأنه سار فيه حفرة طولية كده فنحن نحط المادة العبية عشان ترتفع على نفس مستوى الجلد وتتزبط وتزبط 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 طيب نحن كده خلصنا التجايد ندخل بقى في فقرة الحلقة اللي بجد إيه موضوع العلاج أنك تعمل تجميل للأنف بدون جراحة؟ طيب خليني أقول لك ده حين طالح برضو أنه نحن نحاول نعالج بأجل الأثار الجانبية لما أنا أعالج الأنف من غير ما أعرض المريض لعملية جراحية أو أنه عرضوا لفترة تشافي أسبوعين أو كدمات أو بنش كامل مو أحسن طبعا ما تنفع مع كل الأنف في بعض الأنف تنفع معهم مثلا عندها زي حدبة في الأنف نحن نحجن فوقها ونحجن الحفرة اللي في النص ونرفع الأنف يعني أنت عملت عملية؟ أنا عملت عملية بس ما كانت جدا مرضية بالنسبة لي فعملت بعض الروتوش بالفلر بدأ؟ بدأ بالفلر الله أكبر الله مباركة أنا سألتها لأنها في الحقيقة يعني مش عارفة في الستوديو بينه لا هي من أخيرها بسماليها ما شاء الله الله يسلامك إن شاء الله ده حقن مش معقول إزاي؟ بتعود قد إيه دي؟ تجوا تجريبا سنة بنستخدم الفلر المؤقت الكثيف وإزاي هارفتي ترفعي دي؟ بنحجن تحت عشان نرفع أرنبة الأنف في منطقة معينة بنرفعها أو بنحط مرات فوق فوق الأرنبة في منطقة بتكون سيف نوعا ما بعمق معين بجرعة معينة ومعليش أنا أسفة يعني متدخل في الكيفية بس دي بكم حقنا؟ حقنا واحدة واحدة بس؟ أجل من واحدة حتى يعني نادل ما نحط نكمل إبرة ودي بنج كلي ولا بنج موضعي؟ بنج موضعي البنج تقريبا 15 دقائقة الإجراء بيأخد 10 دقائق وبتستمر نتيجة تقريبا سنة طيب السن إيه يعني؟ شوفي أقولك أي إنسان مثلا سنه فوق 18 هو ممكن يعمل تجميل لأنه بيصير خلاص شخص بالغ لكن نحن هنا لازم يعني نفرق ما بين الحاجة وما بين إنسان بيعمل حاجة ما هي ضرورية طيب مثلا أنا ما فضل أعمل أي إجراء لأي إنسان صغير طبعا ما مو محتاجه لكن بيجيكي بنت معقدة دائما كل المدرسة بيتكلموا عليها وتنمر وكده وعندها الحدبة هادي طبعا أنا أحسن أخليها تعملها العملية وأعرضها البنش ولا أضبط له هادي بالفلر حاجة بسيطة وهذا سؤال يعني هل ينفع لو فيه بنوتها هي عندها مشكلة فعلا ومشكلة عاملها لها أزمة نفسية تحت 18 16 15 يعني عندها الحاجة جدا الحاجة الماسة اللي هي فعلا عندها مانع للعملية الجراحية أو أنه فيه تنمر أواثر على نفسيتها هنا ممكن نحط حاجة طبعا بوجود الأهل لازم ضروري يكون موافقة لوجود الأهل لكن غير كده الكبار عاد طب أنت بابتك أميني حاجة ثالثة غريبة جدا هتولنا الصورة كده يا جايلنا بقى ايه باخترعاتها كلها بقى ايه بقيت اللهي طلاتي ادقني دي ازاي طيب خليني أقول لك نحن هنا لازم جماليا يكون مستوى الأنف ضارب على مستوى الشفة العربية على الدجن عشان يكون الشكل حق البروفايل مريح طيب فنحن هنا عندها الدجن راجع على ورا لما تكون راجع على ورا تعطي شكل إنه كأنه الشفايف طالع على برا أو أكبر من حجمها وهي لا فعشان يكون البروفايل مريح للعين يكون فيه تناسق مع الوش فشوية بنقدم الدجن على قدام الدجن ممكن نطوله على تحت أو ممكن نقدمه على قدام هنا لا كان فيه نوع من التقديم لأنه هذا اللي يناسبها ومن غير ما لو تلاحظي في الصورة التانية اللي هي قبل باين الشفايف طالع بزيادة لأنه الدجن صغير لكن لما قدمنا الدجن على قدام لأسار فيه نوع من التناسق برافو طيب ندخل في الموضوع اللي بعده تفضل الحبوب وآثار الحبوب تكلميني عنها كده طيب خليني أقولك وهذه رسالة أوجهها لكثير من الأمهات كثير من البنات الصغار أو الأولاد بتجيهم حبوب والأم بتقول لأ خلاص هتروح لوحدها والحبوب قليل لأ لأن الحبوب لما بتروح بتسيب آثار يا أنه لون يا أنه حفرة زي اللي على الشاشة بالضبط الحفرة دي مستحيل تروح 100% الحل الوحيد أني أعالجها 100% أني أعالجها من البداية من أول ما تظهر لازم أعالجها لأنه طالما سار محفر بالصورة هذه مستحيل حتروح تماما يعني أمكان أقول لك أكتر نسبة تحسن أنا ممكن أوعد المريض 30% أبس أنت هنا ما شاء الله يعني شوفي نحن هنا حسناها كيف استعملنا الفراكشن الليزر طيب واستعملنا كمان الخلايا النمو التحفيذية أو عوامل النمو التحفيذية اللي هي LCC 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 هذه عبارة عن كوكتيل من المحفزات حقة الخلايا الجذعية واللي هي معها اللي هو الفيلر الرقيق جدا عشان يعب المنطقة كبانا ومعها الببتايد الببتايد هذا من الأنتي أكسيدنت أو اللي هي ضد الأكسيد طيب هنا نفس الشيء هنا فيه برضو جرح قديم فعملنا له فراكشن الليزر وبرضو استعملنا نفس المادة هادية عشان تحسب من الندبة الجرح ده بيبقى مثلا وقعت أنا تخبطت مثلا فلقدر له حاجة وش يتفتح أو حاجة صح كده؟ ممكن حادث ممكن جرح ضربة أو أي حاجة وده بيأخب منك وقت حلاجة دين يعني نحن نقول للمريض أنه نحن لازم نعمل جلسات فراكشن الليزر لا يقل عن أربع جلسات ما بين جلسة وجلسة شهر أو ستة أسابيع مع العوامل النمو والتحفيزية أو أنه البلازما بعض الأحيان نحتاج زي قطع الندبات كمانا طيب وده ينفع برضو للستات والرجالة من 18 سنة طبعا طيب السؤال الأخير أنا عارفة سألتك في 600 موضوع في نفسي فرسنتي 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 التعرق كلميني عنه كده طيب يا ستي التعرق لعدة أسباب في أسباب مرضية وأسباب أساسية اللي هي من غير سبب الأسباب المرضية بعض الناس اللي هو عندهم مشكلة في الغدة تكون الغدة عندهم نشيطة أو مثلا يكون عندهم الدرن بعيد الشر طيب فهدول يكون عندهم مشكلة التعرق لازم نعالجها وتختفي تماما مشكلة التعرق بالتعرق يعالجوا المرض يعالجوا الدرن اللي عندهم يعالجوا الغدة مستوى الغدة بالأدوية يعالجوا فتقل مشكلة التعرق أما المشكلة اللي هي أساسية اللي من غير سبب بعد ما نعمل التحاليل ونشوف ونقعد مع المريض ونكشف عليه ونستجوبه في نوع اللي هو من غير سبب هذا سنعالجه بعدة أشياء أول حاجة بنحط مادة الأمونيا اللي هي زي مزيلات العرق بنجرب أول حاجة أخفشي مادة موضعية استجبنا ممتاز كان أما ما استجبنا نقوم نستخدم البوتوكس طيب البوتوكس هنا كيف نستخدمه في التعرق الزايد لأنه هو بيأثر على العضلة اللي بتفتح الفتحة حقت العرق فلما نحنا نرخيها طيب لفترة معينة فحيقل العرق من هذه المنطقة تحني فيين بنحقل في نفس المنطقة يا أنه أيوة اللي بيعملوا رياضة وبسشوروا شعرهم ما يبغوا طول الوقت مثلا من يعرقوا كثير بيحطوا بوتوكس بعض الناس في وشهم بعض الناس في رجول القدم من تحت فبنستخدم كل هذه أماكن ينفى تحقيني فيها ممكن يعني أنت بمكن تحقيني هنا طبعا ودي بتوقع أو لو بتوقع يعني ألم مستحمل شوفي المدامة الواحد بيفكر في النتيجة والألم مستحمل فخلاص ما هيحس بالألم طب والمفهود أن أنا أحن في المنطقة اللي بيحصل فيها العرق ده أو التعرق بالضبط كلها دي إيه كل ستة شهور برضو لأنه البوتوكس من ثلاثة لستة شهور يعني هو يقول لك بعد ثلاثة شهور يبدأ مفعول البوتوكس يجل شوية شوية فالماكسوم ستة شهور وتبعه من حروح طبعا سؤال الأخير في المنطقة التعرق ده هل أنت بي بتقول لهم هم يستخدموا بودر أو بودرة معينة لها ريحة معينة أو ما يستخدموش خالص أو يعملوا إيه لا موضوع التعرق لو أنه التعرق العادي نستخدم اللي هو الديودرنت طيب العادي الطبيعي أنا أفضل شيء من غير ريحة لأنه الكحول واللون والريحة عادية برضو ممكن تعمل تحسس فنستخدم الأشياء كل ما كان ما فيها ريحة ما فيها لون معطرات أشياء يكون أفضل لأنه المنطقة حساسة ده للناس العادية الناس العادية الناس العادين أما الناس الثاني لا لازم نكشف عليهم ونشوف برضو عندهم المشكلة مرضية أو لا لا أنا أكلم بعد عملية العلاق عادي لا عيشوا حياتهم عادي ممكن يستخدموا ديودرنت عادي 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 بس أنت أه تفضلي بس أنت بتفضلي أنه الديودرنت دايب إيه يكون نوعا ما ما فيه لا لون ولا ريحة عشان ما يحسس المنطقة بس هذا للناس اللي عندهم تحسس مو للعرق الزائد العرق الزائد الديودرنت العادي مدام هما متعودين عليه وماشي معهم الموضع ما فيه داعي معي تفضلي تفضلي في منطقة التعرق دي بيحصل سواد ساعات خلاص فيه ستات وبناء كتير وطولك الحتة دي عندي سودة هل فيه أي حاجة تعمل تفتيح للون البشرة في الحتة دي شوفي خليلي أقول لك السواد في هذا المنطقة اللي برضو عدة أسباب ممكن أول شيء التحسس التحسس من الجودرنت نفسه طيب هنا نغيره طيب هنا نعالج الحساسية ونغيره المادة ما فيها لون وريحة هذا رقم واحد رقم اثنين في بعض الناس عندهم وراثيا طيب المنطقة غامقة فتلاقيهم كل ما كبروا في السن طيب اتحسن اللون طيب ناس عندهم السكر أو بوادر سكر طيب فنقوم نعطيهم مرات دو السكر عشان يحسن ونقول لهم خسوا لو خسوا 50% ممكن يتحسن اللون لوحده نضطر نعطيهم الدو اللي هو منظم السكر الكلوكوفاج عشان يحسن منه بعض الناس بعيد الشر يكون ساين أو علامة أنه فيه سرطانات طيب يعني هذه الأنواع المرضية فأنا ببدأ لكنا البسيطة اللي هو التحسس لون للسكر للوراثة لبعض الأدوية برضو ممكن تسبب كمان الكورتزونات التدخين برضو ممكن تسبب مرات هذه فهي هذه الأشياء الأساسية نور تسين الله يخليك يا رضو الله يسلمك إن شاء الله تشرفت جدا نهيكة موجودة معنا النهاردة تحياتي ريكي وارهو كي تبسي كل بنت وست في السعودية الله يخليك الله يسلمك إن شاء الله شهدات يا عزيزات خليكم معنا وتمونا ونزلنا معاكم وهيه وبس شكرا للمشاهدة